إذن هذا هو العنوان حرف الضاء وكما تعرفنا اسمه حرف الضاء صوته إض وهو حرف شمسي هنا عزيزي الطالب يوجد شكل حرف الضاء المعطى وقد قمنا برسم خط هنا لتعرف موقع الحرف من السطر وهو تماما على السطر دون أن يأتي مرتفعا أو يأتي إلى الأسفل الآن نتعرف على الصورة المعطى فهذه الصورة هي صورة ظرف الظرف عزيزي الطالب هو الذي يتم فيه وضع الرسالة عند إرسالها من شخص إلى آخر فهذه الصورة تتضمن كلمة ظرف عليك أيها الأم أن تقوم برسم خط صحيح أسفل الصورة وكتابة الكلمة ألا وهي ظرف 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 ثم حصر حرف الضاء الذي يأتي في أول هذه الكلمة أو في بدايتها الآن سنأتي لتدريبات التجريد التدريب الأول يتضمن مني النطق فهنا علينا إبراز صوت الظاء بشكل صحيح مع الحركات التي تتضمن المد القصير ومع المد الطويل لنبدأ معا عزيزي الطالب أنا وأنت ساكن إض فتحة سريعة ض ضمى ظو كسرى ظي مع الألف ظا مع الواو ظو مع اليا ظي نعيد معا وبسرعة إض ظا ظو ظي ظا ظو ظي هنا يجب على الطالب أن يقوم بحصر حرف الضاء في جميع الكلمات المقاطع وبجميع الأشكال الآن نأتي إلى التدريب الثاني أردد الكلمات منتبها إلى صوت الضاء علينا أن نقوم بالتهجأة الحرفية ثم القراءة ثم تمييز حرف الضاء هنا مقطع ركز عزيزي الطالب الوصل دون الفصل لنبدأ ظف رون ظف رون ظف رون ظف رون كلمة ظف رون تتضمن حرف الضاء التي يأتي في بدايتها وعليك أن تقوم بحصره عزيزي الطالب الكلمة الثانية نبدأ ن ظاء المد الطويل نظام 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 هنا حرف الضاء يأتي في وسطها سبقه حرف سبقه حرف وتلاه حرف وعليه حصر في وسط الكلمة ونقوم أيضا نحن بحصره بالدائرة المثال الثالث حافظ 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 وأنت عزيزي الطالب حافظ على هذه الكلمة وعلى هذا الحرف ألا وهو الضاء المعطى في آخرها متصلا فنقوم بالحفاظ عليه من خلال حصره بوضع دائرة حوله التدريب الثالث عزيزي الطالب ألا وهو أن نتعرف الحروف المنفردة الساكنة لأنها غير متحركة نقوم بقراءتها ساكنة ثم نميز حرف الضاء فهنا يتم تمييز حرف الضاء من خلال الحروف فقط نبدأ اض اط اص اض 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 لاحظ واحد واثنان وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية ثمانية حروف ضخمة ضخمة يجب عليك تبريز الضخم التبريز الصوت عند لفظها بشكل مضخم فنبحث عن حرف الضاء ألا وهو هنا واحد وهنا اثنان وهنا ثلاث وهنا أربع إذن يأتي أربع مرات حرف الضاء وكما قلت يجب تمييزه رسما عن حرف الطاء ويجب تمييزه صوتا عن حرف الضاء نكمل عزيزي الطالب التدريب الرابع هنا يوجد لدينا كلمات في التدريب السابق قمنا بتمييز الضاء من خلال الحروف المنفردة أما الآن سنقوم بتمييزه من خلال الكلمات المعطاة إذن نبدأ عزيزي الطالب نبدأ عزيزي الطالب ظهر ظهر أعد معي التهجئة ظهر 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 من أجزاء الجسم الآن عزيزي الطالب عليك بوضع المؤشر على كلمة ظهر واليد الأخرى تقوم أنت بلمس ظهرك ألا وهو من أجزاء جسمك لتتعرف وتدرك أن كلمة ظهر متضمنة لحرف الضاء في بدايتها ونقوم بحصرها كاملة الكلمة الثانية تتضمن فعل ماضي فعل ماضي يخص المذكر دون المؤنث نبدأ معا شري شاري ب شاري ب شاري ب شاري ب فعل ماضي يخص المذكر ولكن لا نحتاجه لماذا؟ لأنه لا يتضمن حرف الضاء الكلمة الثالثة يوجد لدينا هنا مقطع قم بالوصل دون الفصل ظرف 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 هذه الكلمة تتضمن ظرف التي يتم فيه وضع الرسائل ويأتي في بداية الكلمة حرف الضاء وعليه قم أنت عزيز الطالب بأخذ هذا الظرف وحصره كاملا الكلمة الرابعة عطاء المد الطويل عطاف 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 آه منك يا عطاف إنها مؤنث اتركوا عطاف ولا تحركوها من مكانها وذلك لأنها لا تتضمن حرف الضاء الكلمة الخامسة نبدأ بالمقطع المتصل دون الفصل محفظة 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 آه آه نضع فيها كل شيء وأشياء مهمة ولأنها مهمة وتتضمن حرف الضاء في وسطها متصلا مع ما سبقه ومع ما تلاه فعليه نقوم بحصر المحفظة كاملة بالدائرة لتضمنها لحرف الضاء